التوكل واليقين والثقة بالله نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلاة Ouais وانت بتقتلني مالك دقيقة ولا تقول كن خير آخر لا إله إلا الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم يا جماعة هذا موقف في الرحمة ترى عظيم جدا ما انتصر لنفسي على الصلاة والسلام لا يعني لو الرجل أسلم نقول ما يخالف قال أسلم قال لا بعد والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أحدا أن يدخل في الدين لأنه لا يكراها في الدين قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك أو أظاهر على مقاتلتك ثم ذهب قال أتيت من عند خير الناس لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت رحمته بهؤلاء هذه الدرجة كان رحيما صلى الله عليه وسلم يا أخي حتى في الأحكام الشرعية الشيخ ناصر مهم من أن نفهم حتى في أحكام الشريعة لما فرضت الصلاة كم فرضت خمسين صلاة ثم بفضل الله ثم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة يراجع ربنا جل جلاله حتى أصبحت خمسا في الأداء وخمسين في الجزاء الله أكبر أليس هذا من رحمة بلى لما سئل سيدي صلى الله عليه وسلم عن الحج أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتهم صحيح هذا رحمة بالأمة لو لا أن أشق على أمتي لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة سبحان الله رحمة رحمة أيضا في صلاة الترويح لما صلى صلى الله عليه وسلم ثلاثة ليال تخشي أن تفرض على أمته فاقتطع هذا في بيته صلى الله عليه وسلم بل المسعى الخفين رحمة الله أكبر أحكامي شيخ ناصر لو نتأملها كثيرا في الشرع سبحان الله تخفيف ورحمة الله أكبر ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يسأل في الحج في التقديم والتأخير يقول يفعل ولا حرج لأن الأصل ألا ألا يضيق على الناس في مشهدين الله عز وجل فكان أرحم الناس صلى الله عليه وسلم بالناس في الأحكام اللهم صلى الله عليه وسلم ثم والمرأة التي سقت كلب شيخ وقد ذكر النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على خلق الرحمة على مبدأ الرحمة نعم طيب ولهذا ذكر لهم قصة المرأة التي سقت كلبا مرأة بغي من بني إسرائيل بغي يجمع يعني هذا وصف ما هو بسيط ماذا صنعت هذه المرأة سقت كلبا الرحمة في الإسلام مثل ما قال الشيخ ناصر في بداية الحلقة شاملة لكل شيء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قبل إكمال القصة في كل كبد الرطبة صدقة صدقة سواء الأنس ولا غير ذلك ولا غير ذلك يعني أن تحسن حتى في الحيوان أن تكسب أجر حين الحين البزران يقول الله يكرمك بالنعال على القطو وعلى الكلب الله يكرمك ويعزك ويؤذونه وحتى والله ذكرتني يا شيخ ناصر يعني بعض الناس الحين مثلا اللي يتكلمون في البيئة ويطالبون لهم حق يقول يمن بغي أن تحترم البيئة ترى في الإسلام هذا يعني بعض الناس يجي للشجر ويقطع الشجر الأخضر ويؤذي الناس في أماكنهم هذا ممنوع في الشرع لأنه من الرحمة سبحان الله أي إذاء الحيوانات أن توضع بهذا الشكل وتقتل أيضا من الرحمة ألا تقتل الأشياء أمام الأخرى من الرحمة حد الشفر سكين كذلك من الرحمة يعني وهذه لازم أرجع لها الحالة الله يا كلام كبير خلني أقول الآن وضع الرحمة ووضوع كبير كيف تفرعنا كثيرا صدقت الله النبي صلى الله عليه وعلا وعلى الله عليه وسلم يقول غفر الله لها هذه المرأة البغغية التي سقت كلبا فغفر الله لها فأدخلها الجنة يا عباد الله بغي هزان يعني يعني هذه مهنتها ليس مثلا نتزلي مرة أو مرتين هذه مهنتها سبحان الله ومع ذلك غفر الله لها بشربة ماء اللي بغي لكلب يا أحبتي كم كم من الناس الآن يقنط الناس من رحمة الله لذنب بعض حيانا من الصغار يقول يا عمي روح أنت خلاص انتهيت ثم هذه المرأة يغفر الله عز وجل لها بهذا العمل أخي الحبيب إن من رحمة الله أن جعل رحمته عنده وليست عند الخلق لأن لو عند الخلق ما تحملوك صحيح لكن الله جل وعلا رحمته أوسع سبحان الله ومن نزعت الشيخ منه الرحمة له العذاب والشقاء والدليل اللي حبس القطة والهر يا شيخ ونلا نسأل الله العافية نعم نعم حسنت هذا استشهاد طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة التي حبست الهرة قال لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض نزعة الرحمة من قلبها وطبعا هذه المرأة دخلت الجنة بالرحمة في كلب وهذه دخلت النار بفقد الرحمة في هرة نحن ما نتكلم عن لوادم الآن الحين العالم قاعدة تجرم في حق البشر إجرام يعني بعض الناس يجرم في حق والده في حق ابناء في حق زوجته في حق جيرانه صحيح وين الرحمة في قلبك يا أخي صحيح الله أكبر يعني دائما دائما في البلدان الإسلامية شيخ الآن شاهد مشارق الأرض مغاربة للأسف من يقتل البشر اللهم أكبر المسلمين من يقول لا إله ورحمة رسول الله رقبت سهل شيئا أنا أسأل الله العافية الله أكبر ما في رحمة هنا من أعظم المصائب أن الإنسان ينزع الله عز وجل من قلبه الرحمة الله أكبر ومن أعظم الهبات أن يملأ الله قلبك رحمة الله أكبر لأنها دلالة ترى على أن الله عز وجل يرحمك الله أكبر لأن الله عز وجل جعلك باب لرحمة الخلق صحيح أقول أحفظك الله تأملوا هذه القصة في مسألة أن الله عز وجل رحم هذه المرأة البغي برحمتها لهذا الكلب لنتذكر أن موضوع الرحمة موضوع شامل وعام بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء على كل شيء نعم ثم ماذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة يعني وش أبشع شيء ممكن يكون قتلوا ذبح برضو مطلوب فيه الإحسان والرحمة لا إله إلا الله لاحظ سبحان الله العظيم فما بالك بالإحسان والرحمة فيما دون ذلك وفيما غير ذلك فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته يعني في أرحم من كده سبحان الله حتى الدبيعة لازم تريحها وما تخوفها بالسكين ولا أمام صوي حباتها تقوم بهذا الأمر وهي بهيمة يعني وهي بهيمة يا رجال جيبها بس هذا تفكير البعض عشان كده أنا أقول يا جماعة الخير بعض الناس يقول يا أخي أنا معلش وهذه يعني ودنا ننبه عليها بعض الناس يقول يا أخي أنا والله طبعي قاسي يا أخي أنا إنسان شديد ما رحمة ما رحمة هذه رخاوة يا شيخ لا لا أن تكون شديدا في الحق غير أن تكون إنسان قاسي منزول من قلبك الرحمة بعض الناس الآن بعض الأبناء يقول يا أخي تدري وش سبب قسوتي أني ما قد شفت الرحمة من أبي هذه ترى رسالة مهمة للأباء والأمهات أروا أبنائكم الرحمة لابد يشوف الرحمة في الكلمة الرحمة في النظرة في تقبيل الطفل الصغير نعم في التصرف يعني لأنها تزرع في نفس هذا الطفل هذا الخلق العظيم يا سلام الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وعلا وعاشوا في كنفه وفي بيته كانوا آية في الرحمة لأنهم تعودوا على هذا الجو الرحيم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم تخيل يأخذ الحسن والحسين يقبلهما ويضعهما صلى الله عليه وسلم على فخذه ثم يجعلهما يرتحلانه صلى الله عليه وعلا وفي أثناء الصلاة يحمل هذا الصبي معه في خطبة الجمعة يحمل هذا الصبي يا أخي هذه قمة الرحمة يا أخي هل تتخيل أن هذا الصبي في يوم سيكون إماما في الرحمة ولذلك كان الحسن والحسين رضي الله عنهما إماما في الرحمة الله أكبر أقولي أحبتي املأوا بيوتكم بالرحمة حنا يا شيخ ناصر نبي في الحلقة هذه ما حنا بنتكلم عن نظريات أو أمور يعني ما هي بواقعية ما هي بصعبة تطبيقة نبغى نطبقها يعني حنا نبغى نقول باختصار تمام الآن سردنا من الأدلة ومن الآيات ومن الحديث خل ما تبقى من الوقت نعطي مشاريع عملية يعني نخليها منهج حياة يعني نعم يعني الآن نريد أن نكون مثلا في بيوتنا في رحمة في مساجدنا في رحمة في مدارسنا في رحمة في أماكن العمل عندنا في رحمة في أسواقنا في رحمة صح ليش لا سياراتنا في الزحمة نرحم بعضنا من بعض والله صحيح ترى مطروف هذا طريق ماك فهد ذاي جيغي بعض رحمة يعني بعض الناس وش هو أنا والطفان من بعدي لا يا أخي خلفي قلبك رحف خلق الله يا أخي صادق حتى تلاحظ يعني أنا أعجبني موقف شخص كنا في سراء وسراء صعب حقيقة يعني ما فيه كنا على خبز تميس يا شيخ لا كنا فيه في خارج البلد ولا عندهم تميس أسنا فكان فيه عجوز أنا أقول لك الواحد كله يتمسك بمكانه ما فيه مجال أصلا الحقيقة أعجبني موقف هذا الشاب ضحم مكانه لهذه المرأة العجوز لماذا ضحى بمكانه لهذه المرأة العجوز رحم حالها يا السلام وأنك تبسك السلام وما فيها حيل فرحمها وهذا الرحمة بس عند المسلمين أو موجودة حتى عند البني البشر عند بني البشر جميعا تدوي أقصى شيء يا شيخنا يعني الشيء القاسي فعلا أنك تجد المسلم ما يرحم وغير المسلم يرحم ترى هذه مصيبة ترى وهي موجودة في شريعتنا وهذه في شريعتنا الفرق ما هو أن ترحم لأنك ترجو ما عند الله عز وجل وسينيلك الله عز وجل أيضا بعد ثمار الرحمة في الدنيا لكن هذاك يرحم لأنه مثلا من باب الجبلة البشرية السليمة من باب بطرة الجيدة من باب الذوق العام من باب يعني الراحة النفسية لكن لأنه ترى شوف فلسفات يعني ما أين وترى سبحان الله يعني الإنسان اللي يرحم اللي في قلب رحمة من أسعد الناس الله صالح الإنسان اللي يرحيم يا الله يا أخي يا أخي كون مبسوط والإنسان الشديد هو تعبان في نفسه منكد على نفسه منكد على نفسه يا أخي خلك رحيم يعني مع زوجتك خلك رحيم صادق أن بعض الناس يقول لا الحر خشمة خلق قوي طيب يا أخي وش الدكتاتورية متى تعيش طيب رحمة صادق الله عز وجل جعل بينكم ايش مودة ورحمة مودة ورحمة شيخ في شياطين للأسف إذا جيت مثلا برحم فلان مثلا من الناس ليش ترحمت مثلا بعفوا عنه مثلا عن أي أمر ما ليش ترحمت والله أنك رخمة وما فيك خير يعني ثبتهم فيك أحسنت هذا جميلة هذه يا أخواني أولا هذه وصية وادعو الله عز وجل الأخي الكريم بهذا الدعاء اللهم اجعلني مفتاحا للخير مغلاقا للشر ترى أشقى الناس اللي يكون مغلاقا للخير ومفتاحا للشر وأسعد الناس من يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر يا أخي على قولتهم لا تزيد سمن الناس اللي العسل يعني إذا وجدت إنسان عنده مشكلة حتى لو أنت مختنع هو يقول والله بسامح أبعفو أنت ممكن تشوف لا يا أخي وتذكر الله خير حتى لو كان في داخلك غير ذلك وحتى أنت ولو كان في داخلك لكن خير ليش ترده يا أخي صادق ولا لا واحد بيصفح واحد بيرحم إصلاح ذات البين هذه مهمة جدا وما هو ضعف هذه بالقوة هذه قوة لك أجر إن شاء الله عليها أن تتعيني الناس طيب في صور يعطوناها الشباب الآن نعلق عليها صورة صورة يا شيخ وهي يا سبحان الله من الرحمة يعني عطونا الصور يا شباب واحدة واحدة كده بشكل سريع يعني الشيخ تركي يشاهده الآن شوفي شيخ هذا الطفل الله أو شي واضح أن الطفل نفسه يحتاج لرحمة سبحان الله رحمته بهذه الحيوانات سيبقى هذا الطفل يعني رحيما في قلبه وفي من حوله ازرعوا في أطفالكم الرحمة من الصغر طيب عطونا الصورة الثانية عشان يعلق الشيخ بشكل سريع هذه الصورة الثانية شيخ عصافير أعتقد وهذا رجل يأكلها من يديه فهذه هي رحمة منه إلى تلك العصافير الله أكبر يا سلام أصلا يا أخي هذه تفتح النفس يعني باختصار رنظر حلو الرحمة نعم الرحمة تجعل حياتك جميلة يا سلام لبعدها شوف كيف هذا قط بس على قولتنا نعم أنا أقول هذا الرجل شامخ الآن ونزل رأسه صح لهو شامخ لأن الرحمة شموخ الله أكبر ممكن أن نطبق عليك كما نطبق على البغي صحيح الله أكبر أما هذه الرحمة منظر عظيم فهو الله العظيم أول شيء هذا وسام شرف لنا جميعا لأن هذا البطل يمثل أبناء هذه البلاد في خدمة حجاج بيت الله أي رحمة أعظم من رحمة ضيوف الرحمن الله أكبر أقول هنيئا لكل شخص يقوم بهذه الرحمة الله أكبر ترى قالوا عنهم يا شيخ كلام كثير بعض الناس يصورفون من المجالس يقولون ترى بس الشغلة شغلة تصوير لا ما عليش لازم الكلام هذا علق عليه الآن أو بعد من أنت الصور ممكن لا أعطي علق عليه الآن يا أخواني لا هذا مهم صحيح هذا تجني والله أولا أنا أشهد الله عز وجل لأنا حججت أكثر من مرة ولله الحمد أنا من عمار مكة باستمرار ووالله عز وجل يسأني عن هذا أني رأيت من رجال الأمن في كافة يعني مؤسساتهم قطاعاتهم اللي يخدمون في المسجد الحرام والمشاعر والله يا شيخ ناصر ويشهد يا الله عز وجل يسأني عن هذا الحلف أني رأيت من تفانيهم وخدمتهم لحجاج أضعاف الصور اللي رأيتهم والله أكبر والله العظيم أني رأيت من تعبهم ومن الرهق اللي يجيهم ولا حولهم أحد يصورهم ولا أحد يكافئهم لكنهم حتى أسألهم يقولوا الله بس هلنا نبغى دعواتك الله أكبر والله العظيم واحد منهم طاف في مكة بالكامل وسيكين تالي الليل ساعة ثنتين من يدري عنهم من يصوره أنا هذا شاهد عيان عليهم الله أكبر تلددون لا أنا أقول لهؤلاء مزايدين مشكلة بعض الناس يا أخي بعض الناس إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه يعني تهقى الناس كلهم مثلك أنا أشهد أنه بس أنا جيت أصور تقطون الصور بالعكس هذا توثيق وتوظيف جميل صح وهذا إسكاة الأبواق المجرمة التي تتهمنا أن في التقصير في خدمة حجاج بيت الله لا يا أخي هذه الصور تنطق وتحكي فدع هؤلاء الذين يعني يزايدون علينا نسأل الله أن يوفقهم رجال أمن يعني في هذا البلد المبارك بلاد الحرمين الشريفين وهم الآن على الحد الجنوبي وكذلك متواجدين في الشمال نسأل الله